بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين التدريب الخامس من برنامج سكراتش بعنوان القلم في هذا التدريب بإذن الله سنتعرف على لبنات القلم وكذلك نقوم بعملية الرسم الحر باستخدام الفعرة وكذلك رسم الأشكال الهندسية عند الضغط على لبنات العلم أو قبعة العلم نذهب إلى برنامج سكراتش إذن هذه واجهة البرنامج تلاحظون في منطقة اللبنات هناك لبنة أو تبويب يسمى القلم باللون الأخضر جميع هذه اللبنات هي كل اللبنات التي تخص لبنة القلم أو استخدامات القلم دعونا نتعرف على أكثر اللبنات استخداما وأكثرها شيوعا مثلا لبنة امسح لبنة المسح هذه وظيفتها أنها تقوم بإزالة ما تم رسمه باستخدام القلم في منصة العمل اللبنة الثانية هي لبنة أنزل القلم وظيفتها جعل القلم يرسم عند تحريكه وعلى عكسها تماما لبنة ارفع القلم وهي وظيفتها إيقاف عملية الرسم باستخدام القلم أما هذه اللبنة فهي لا تخفى على الجميع إنها اختيار اللون المناسب للقلم إجعل لون القلم مساويا نقوم بالنقر على المربع الصغير هنا ونختر اللون الذي يناسبنا اللبنة الأخيرة التي يتم استخدامها كثيرا وهي حجم القلم إجعل حجم القلم مساويا مثلا الحجم أربع مناسب تماما أو ثلاثة إلى آخرين إذن هذه اللبنات الخمسة الأكثر شيوعا في استخدام اللبنات القلم أما البقية فهي على حسب الحاجة هذه هي الخمسة الأكثر استخداما وهي أكثر اللبنات استخداما في تمرين اليوم بإذن الله تعالى إذن نبدأ مشروعا لهذا اليوم نقوم بعملية الرسم الحر باستخدام القلم هذا القط لا يلزمنا إذن نقوم بحلفه ونقوم بعملية الرسم أو استيراد أشكال أخرى مثلا إذا استخدمنا نجمة القلم هنا إنشاء كائن جديد نقوم بعملية الاستيراد استيراد مثلا هذه الصورة موجودة لدينا في الجهاز موافق ستلاحظون قام باستيراد قلم سنقوم بالتعدل عليه تصغير حجمه قليلا هذا الشكل مناسب والنقطة الأهم من ذلك هي ضغط على ضبط مركز المظهر هذه العلامة الزائد إذا قمنا بالنقرة عليها سيقوم بتحديد مركز الشكل أين سيتم الكتابة في منتصف هذا القلم لا ليس منطقية سيكون هنا الأصحة أن يكون في طرف القلم إذن ننقر نقرة واحدة في طرف القلم هنا ونضغط على موافق إذن قام الآن بوضع القلم في منتصف المنصة تماما في المحور السيني صفر والصادي صفر هنا في المنتصف إذن هذا بالنسبة لكيفية إنشاء قلم سنقوم الآن بعملية الرسم الحر أو استخدام القلم في الرسم في منصة العمل إذن نبتد على بركة الله يلجمنا أولا أن نذهب إلى تبويب التحكم ونقوم بإنزال لبنة القبعة قبعة العالم لكي يتم تنفيذ البرمجة بمجرد ما يقوم بالنقر على العالم كما تعلمون إذن نذهب الآن إلى لبنات القلم نقوم بعملية وضع اللبنات المناسبة ونفضل أن نضع لبنة إرفع القلم في البداية حتى لا يتم الكتابة في بداية المشوار وأيضا نقوم بعملية وضع المسح حتى يتم مسح المنصة أو مكان الكتابة تكون نظيفة تماما إذن نقوم بعد ذلك بجعل لون القلم مثلا باللون الأزرق حتى يكون مناسبا للرؤية وكذلك الحجم أن يكون أعرض من الرقم واحد مثلا ثلاثة على سبيل المثال ثم بعد ذلك نذهب إلى لبنات التحكم ونستخدم لبنات التكرار كرر باستمرار لأنه إذا لم نستخدم التكرار سيقوم بالنقرة نقرة واحدة ستكون عبارة عن نقاط فقط مع كل نقرة يضع لون صغير أو نقطة على المنصة ولذلك نضطر إلى أننا نستخدم كرر باستمرار حتى يتم التكرار أثناء السحب فيعطينا خطا بدلا من النقاط وهكذا إذن نبدأ الآن نضع عملية شرط إذا كان وإلا إذن إذا كان ونضعه بداخل التكرار إذا كان القلم مضغوطا أو زر الفارم مضغوطة قم بإنزال القلم وإلا ارفع القلم يعني الاختيار الآخر إذا كان يكتب وإلا يجعله لا يكتب هذا هو المفهوم إذن نذهب إلى عملية التحسس ونختار اللبنة إذا كان زر الفارم مضغوطا ونضعه في هذه المنطقة إذا كان زر الفارم مضغوطا نقوم بماذا أنزل القلم حتى يقوم بعملية الكتابة وإلا ارفع القلم نعم ارفع القلم إذن الآن نذهب إلى عملية تشغيل ونلاحظ ما الذي سيحصل بمجرد النقر لاحظوا لم يتم شيء لا يتحرك معنا لماذا لابد أن نقوم بوضع شرط أساسي لكي يتحرك القلم معنا مع الفارة نفسها إذن ما هي هذه الحركة هي حركة اذهب إلى المؤشر في الحركات اذهب إلى مؤشر الفارة نعم هذه هي اذهب إلى مؤشر الفارة أين نضع هذه نضعها في البداية قبل انزال القلم هنا في هذا المكان مناسب هذا هو المكان المناسب إذن بمجرد نقرأ على على العلم لاحظوا من الذي سيحصل لاحظوا بدأ القلم يقوم بعملية الكتابة نعم إذن نبدأ على بركة الله بسم الله الرحمن الرحيم وهكذا إذن هذا بالنسبة لموضوع الرسم الحر ننتقل الآن إلى رسم الأشكال الهندسية الآن دعونا نقوم بتنظيف المنطقة بالنقر عليها ثم نقوم بإيقاف الكتابة أما الآن نقوم بعملية رسم الأشكال الهندسية دعونا نزيل هذه جانبا هنا ونقوم بالبرمجة من تحت علامة العلم إذن أولا نقوم بالذهاب بنفس الحركات إلى لبنات القلم نقوم بوضع اللبنات التالية ارفع القلم يعني لا تقوم بالكتابة وقوم بعملية المز حتى نتأكد أن المنصة فارغة تماما ثم نجعل لون القلم مثلا باللون الأخضر كما هنا واضحا على سبيل المثال ونجعل حجم القلم بالرقم ثلاثة ثم بعد ذلك نشترط عليه أن يكون في المنتصف تماما يعني نقول له اذهب إلى الموضع السيني صفر والصادي صفر يكون في المنتصف تماما منتصف المنصة إذن نقوم بعد ذلك بإنزال القلم أي نقوم بعملية الكتابة يعني أن هذه اللبنة التي قبل اللون الأزرق هي كلها تهيئة لعملية الرسم حتى يبدأ من مكان نحن نحدده له إذن يبدأ الكتابة من هنا أنزل القلم يعني ابدأ في الكتابة ثم بعد ذلك نشترط عليه أن يلتف ويستدير من تلقائي نفسي بزوايا معينة مثلا إذا أردنا أن نرسم مربعا الشكل المربع لابد أن تكون الزوايا قائمة يعني كم درجة نعم تكون 90 درجة إذن اتجه إلى 90 درجة نحن اتجه 90 درجة ثم بعد ذلك حتى يكون العرض أكثر انسيابية وتريف نقوم بوضع فترة زمنية بمقدار مثلا نصف ثانية على سبيل المثال إذا نصف ثانية انتظر ثم بعد ذلك قم بعملية التحرك على سبيل المثال تحرك مثلا 100 خطوة نقوم بسحب لبنة التحرك كما هي ملاحظة الآن 10 خطوات ستكون صغيرة جدا لذلك نضعفها إلى 100 خطوة حتى يكون الرسم واضحا للعيان ثم بعد ذلك نقوم بعملية الاستدارة إذن نقوم بتحديد قيمة الاستدارة بدلا من 15 نضع مثلا 90 استدار 90 درجة حتى يقوم بعملية الرسم والاستدارة 90 درجة وهكذا ثم نضع مثلا انتظارا أيضا نصف ثانية تكفي ثم بعد ذلك نقوم بعملية رفع القلم حتى لا يقوم بعملية الكتابة بعد ذلك إذن دعونا الآن نقوم بعملية تشغيل نلاحظوا ما الذي سيحصل بسم الله على بركة الله تلاحظون قام بوضع خط واحد فقط إذن ماذا يلزمنا نعم نكرر هذه الخطوات إذن نذهب إلى لبنة التحكم ونختر كرر أربع مرات بعدد معين مثلا أربع مرات لأننا نريد رسم أربع أضلع لو وضعنا كرر باستمرار سيقوم بالرسم دون أن يتوقف نحن نريد أن يتوقف إذن أربع خطوات أو تكرارات تكفي أين نضعها؟ نقوم بوضعها بعد الانتظار الأول إذن قبل التحرك نقوم بعملة التكرار كرر التكرار كرر الرسم إذن نقوم بعملة التشغيل ونلاحظ ما الذي سيحصل تلاحظون قام برسم خطا واحدا وقام بالالتفاف دون أن يكتب لماذا؟ لأن لبنة رفع القلم بداخل التكرار إذن هو سيقوم بالتكرار ويقوم برفع القلم ويقوم بالتموية كأنه يكتب إذن نقوم بإزالة لبنة رفع القلم ونضعها آخرا في آخر عملية حتى يقوم بالتكرار أربع مرات رسما ثم يرفع القلم إذن نعيده ونلاحظ ما الذي سيحصل بسم الله وعلى بركة الله تلاحظون قام بإتمام رسما مربع تماماً نريد أن نقوم برسم مثلث هل يمكن ذلك؟ نعم يمكن ذلك وذلك بتقليص عدد الأضلع وعدد التكرار بدلاً من أربع إلى كم زاوية؟ نعم ثلاثة زاوية إذن نقوم بعملية النسخ من الانتظار من هنا مثلاً مضاعفة سيقوم بوضعها هنا مثلاً ولكن ننتبه إلى أن رفع القلم سيسبب لنا مشكلة أن نقوم بإزالته تماماً لا نستخدمه إذن ينتظر ثم بعد ذلك يقوم بتكرار العملية ولكن هذه المرة ثلاث مرات حتى نقوم برسم ثلاثة زاوية للمثلث وأما الاستدارة بدلاً من تسعين لا بد أن تكون مئة وعشرين درجة راح يستدير مئة وعشرين في الأسفل إذن نقوم بعملية الرسم لاحظوا ما الذي سيحصل سيقوم برسم المربع أولاً ثم بعد ذلك سيقوم برسم المثلث بداخل المربع إذن هذا بالنسبة لي رسم المثلث قمنا الآن برسم طرد أو رسالة كأنها واضحة أمامكم نريد أن نقوم بإعادة هذه الخطوات ولكن إلى الجهة الأعلى ما الذي سنعمله؟ لاحظوا ما الذي سيحصل إذن نقوم بعملية النصخ الخطوات من الانتظار اللي هو مضاعفة ونقوم باللصاقها في الأسفل هنا تلاحظون قاموا بتمديد شريط التمرير نقوم بإزالة هذا القلم رفع القلم ولكن هذه المرة بدلاً من أن نقول مئة وعشرين دعونا أن نكتب سالم مئة وعشرين ما الذي سيحصل؟ نقوم بالرسم مربع ثم مثلث ثم مثلث إلى الأعلى إذن عكسنا الاتجاه مثلث إلى الأعلى إذن الآن نقوم بعملية تكرار الرسم إلى الأعلى مربعاً ولكن لا ننسى التكرار إذن نقوم بمضاعفة الخطوات البرمجية ونضعها هنا ونقوم بالنزول إلى الأسفل ونكرر العملية أربع مرات ونتأكد أننا نستدر تسعين درجة بالسالب لاحظوا ما الذي سيحصل إذن أولاً سيقوم برسم المربع ثم المثلث ثم المثلث الآخر ثم المربع الأخير إذن قمنا الآن برسم الشكل الهندسي الواضح أمامكم يلزمنا فقط أن نقوم بتغيير ألوان الأقلام بدلاً من أن تكون كلها باللون الأخضر نقوم بتغيير الألوان تلاحظون أول برمجة قمنا إجعل اللون القلم باللون الأخضر إذن نقوم بتغيير لون القلم إجعل لون القلم قبل الكتابة مثلاً هنا باللون البنفسجي وهنا باللون الأزرق وهنا باللون الأحمر على سبيل المثال لاحظوا ما الذي سيحصل إذن قام برسم المربع الأخضر ثم المثلث البنفسجي ثم المثلث الآخر الأزرق ثم المربع الأحمر إذن هذا بالنسبة لدرس اليوم قمنا بالتعرف على اللبنات الأكثر استخداماً أكثر شيوعاً وقمنا بالرسم الحر باستخدام القلم ومن ثم قمنا برسم الأشكال الهندسية هذا درس اليوم نرجو أن تكونوا قد استفدتم استمتعتم هذا والله أعلم أصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي